خلنا بقى نروح لفريق الأول لكرة القدم في النادي الألي اللي دائما ما يوصل استعداداته والنهاردة كان في مران مسائي على ملعب مختار التيتش قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا هذه المباراة الهمة جداً اللي كل شوية حنتكلم فيها ونقول إن هي مباراة مهمة وصعبة جداً 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 وهذه المباراة حسو حتقام على ملعب الجيش في برج العرب بعد التمرين أو في خلال التمرين مرسل كولر المدير الفني لنادي الألي عقد محاضرة مع اللاعبين وذلك قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بهذه المباراة النهاردة انتظم في التمرين ياسر إبراهيم بعد تعافيم من الإصابة في المباراة الأخيرة كان خبطة كده في أعلى رجبته وبالتالي كان من المفترض أنه هو يعني الناس افتكرت أنه هو حاجة لكن الحمد لله الأمور طلعت جيدة واتمرن النهاردة محمد عبد المنعم بيواصل تنفيذ برنامجه التأهيري بالجاري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على الجانب الآخر وصلت بعثة شباب بلوزداد للأسكندرية وماركوس باكيتا المدير الفني البرازيلي لنادي شباب بلوزداد اللي هو مش غريب على كرة القدم المصري لأنه درب نادي الزمالك قبل كده فترة قصيرة جدا ولكن درب نادي الزمالك ويعلم تماما كرة القدم المصرية ويعلم تماما من هو النادي الأهلي ويعلم تماما ماذا سيقابله إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي ونتمنى أن يكون رجال النادي الأهلي في هذه المباراة ثلاثة نقاط الكل ينتظرها جمهور النادي الأهلي ينتظرها لأنه خلي بالكم احنا بنلاقي فريق جيد فريق جيد وهو أبرز المنافسي للادي الأهلي في هذه المجموعة لما تيجي تتكلم على هذه المجموعة أول حد هتتكلم عليه شباب بلوزداد المدير الفني باكيتا أطلق بعض التصريحات اللي بيؤكد فيها أن فريقه يخشى من إيه؟ من الإجهاد كلنا كلنا لحقيقة أمور الإجهاد والأمور دي بتبقى يعني صعبة جدا على المدربين هو قال أيضا في تصريحاته أنه عنده بداء الجيدة بس أنا برضو الحياة مش عارف إجهاد إزاي لأنه لو سألت كده لو باكيتا سأل هو جدول النادي الأهلي أخبره إيه؟ وشاف جدول النادي الأهلي أعتقد أنه هو هيقول أنه أنا ما عنديش إجهاد ولا حاجة لأنه جدول النادي الأهلي هو الجدول وجهة نظري الأصعب خلال هذه الفترة على كل الأندال في مصر الحقيقة المباراة دي مهمة جدا لأنه الأهلي إن شاء الله يؤكد بها صدرت لهذه المجموعة المجموعة الرابعة في دور أبطال إفريقيا قبل إيه؟ قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندي